أولاد الرحيم خلينا نأخذ حاجة تانية غير تكوين ثلاثة خمستاشر أنا نفسي أسمع وأشاهد الآيات في أشعياء الثلاثة وخمسين نشوف هذا الأصحاح الرائع وبيتكلم عن موت المسيح الأصحاح الثالث والخمسون من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولاً وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامطة أمام جزيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمه غش أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلاً تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين هي أنا تكفيني جداً هذه النبوة ويتحكي بالتفصيل الدقيق عن موت المسيح وعن الألام المسيح الكفارية وعن ما جرى للمسيح قليلاً نشوف مشهد من فيلم ألام المسيح ونشوفه لأي مدى ممكن يتطابق مع نبوة أشعيات هذا وخمسين وأنا كان يعوزني الوقت أن أشرح هذه النبوة بالتفصيل من البداية لكن صعب أن أنا أحكي في كل التفاصيل خليناً نشوف مع بعضنا إزاي تعامل الرومان بوحشية في ألام المسيح قولوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المسيح اشتركوا في القناة وقتهم بعد قناة أمر مجمع سكس سكتون امر صحيح ثابتون امر صحيح سكتون عارس لا فرق هي يعني مشهد مؤلم وصعب جدا للغاية لكن على الأقل بيوضح بطريقة قد إيه كانت ألام المسيح أنا مش عارف إزاي النبي أشعياء قبل ما حدث للمسيح بسبعمائة سنة بيصف بدقة ألام يسوع الكفارية تمت بالحرف الواحد بموته على الصليف طب زي نقدر نعرف أن هذه النبوة هي هي اللي بتتكلم عن ألام المسيح وصلبه لأن طبعا بعض اليهود بيترجموها بطريقة تانية خلينا نشوف مثلا في سفر أعمال الرسل أصاح 8 الكتاب بيستشهد بهذه النبوة إزاي تفضل فقال الروح لفيلوبوس تقدم ورافق هذه المركبة فبادر إليه فيلوبوس وسمعه يقرأ النبي إشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد وطلب إلى فيلوبوس أن يصعد ويجلس معه وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا مثل شات سيقى إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض فأجاب الخصي في لبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر ففتح في لبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد فقال في لبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله فأمر أن تقف المركبة فنزلا كلاهما إلى الماء في لبس والخصي فعمده أعمال رسل بيؤكد إن نبوة أشعياء النبي هي هي في أصاح 53 بيتكلم عن المسيح طب خلينا أقول لكم عدد واحد بس من أشعياء 53 بيقول كده في عدد 9 وَجُعِلَ مَعَ الْأَشْرَارِ قَبْرَهُ وَمَعَ غَنِيٍ عِنْدَ مَوْتِهِ عَلَى إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ظُلْمًا وَلَمْ يَكُنْ فِي فَمِهِ غِش يعني معانا إيه إن المسيح معد موته بالقانون يجب أن يدفن في مقابر المجرمين لكن نبوة أشعياء بتقول قدام عينينا إن هو مع غني جُعْ لَمَعَ الشَّيْرَ قَبْرَهُ مع غني عند موته يعني هيدفن في قبر واحد غني كلام ده قبل الأحداث ب700 سنة شوف إيه اللي حصل الإنجيل بحسب المشير متى وصح 27 بيؤكد هذه الحقيقة إن المسيح لما صلب ومات شوف حصل فيه إيه يقول كده ولما كان المساء بعد ما مات المسيح جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو أيضا تلميزا ليسوع فهذا تقدم إلى بلاتوس وطلب جسد يسوع فأمر بلاتوس حينئذ أن يعطى الجسد فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم ضحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى جماعة عندنا من الأدلة والبراهين والنبوات وتحقيق النبوات المئات التي نثبت بها ما حدث في صليب المسيح موسيقى